الفترة اللي فاتت احنا الحياة قفلنا صفحة دقيقة جدا حساسة جدا كان فيها حدث مهم جدا وهو الانتخابات الرئاسية 2024 ودي سنة الحياة انو الحياة مراحل كل مرحلة ليها تفاصيلها وكل مرحلة ليها تحدياتها خلينا نقول الفترة اللي فاتت كان الشغل الشاغل للمصريين هو الانتخابات تخرج ازاي الانتخابات شكلها ايه مصدقيتها شرعيتها اعداد المشاركين فيها نسبة الاقبال تحليل الشكل اللي خرجت بيه الانتخابات ومدلولات المشاركة في الانتخابات مين شارك مين ما شاركش مشاركة الشباب مشاركة السيدات المشاهد او الملامح اللي رصدناها كلنا للفترة المهمة دي او الحدث المهم ده واحنا بنقفل صفحة انتخابات الرئاسة 2024 ودخلين على صفحة جديدة ومرحلة جديدة مهم ان احنا نرصد هذه المرحلة القادمة او المقبلة مش بس لان احنا دخلين على سنة جديدة 2024 وسنة يعني للأسف بكل الاحداث وبكل التداعيات اللي مر بيها العالم على مدار السنين اللي فاتت كل الشواهد بتقول انه 2024 هيبقى فيها ملفات مفتوحة عالميا هيبقى فيها ازمات قائمة هيبقى فيها حاجات جدلية كتير جدا مش بس لانه 2024 شكلها كده مليانة بالاحداث وبالتفاصيل لا كمان لانه رصد اليوم التالي ما بعد الانتخابات هو مسألة مهمة جدا ايه اللي بيحصل في اليوم التالي بعد الانتخابات ايه ملمح الفترة القادمة اللي احنا مقبلين عليها احنا كمصريين كلنا بنتساءل كمصريين كلنا مجغولين ومهمومين وكلنا مركزين في الاوضاع اللي بتمر بيها بلدنا والاوضاع اللي بيمر بيها العالم بشكل عام واحنا بنرصد اليوم التالي ما بعد انتخابات الرئاسة بنلاقي انه فيه تحديين او فيه ملفين اساسين الملف الاول هو اقتصادي والملف التاني هو سياسي ولو جينا للحق الاتنين عملة او الاتنين وشين العملة واحدة الاتنين نفس العملة الاقتصاد بيأثر في السياسة والسياسة بترسم ملامح الاقتصاد لو مسكنا الملف الاقتصادي وحبنا كده نرصد المشهد الاقتصادي في مصر ايه اللي بيحصل فيه وبالتالي الحكومة هتكون بتواجه انهي تحديات هنلاقي انه عندنا كده مجموعة من العوامل احنا على مدار الفترة اللي فاتت الدولة كانت عاملة بمنتهى بقى البساطة يعني نتكلم كده نفكك الموضوع مع بعض الحكومة عملت حاجة اسمها وفيقة سياسة ملكية الدولة ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان الدولة هتحط خطة تخرج بيها من كل من قطاعات معينة بمعنى انها تبدأ تطرح بعض الحصص في شركات مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة زي الاتصالات زي التأمين زي البنية التحتية قطاعات كتير مختلفة الدولة دخلة فيها بتقلها ودخلة فيها في المجال الاقتصادي وحتى فيها استثمارات المجالات دي هتبدأ الدولة تدعو القطاع الخاص انه يخش فيها بدور ويحط فيها استثمارات ويحط فيها فلوس ويمتلك حصص واسهم فيها القطاع الخاص دوت ممكن يبقى مستثمر محلي وممكن يبقى مستثمر اجنبي حسب طبيعة القطاع وحسب طبيعة الخطة اللي حطاها الدولة والرؤية اللي حطاها الدولة بشكل عاملي التخارج او سياسة وفقة ملكية الدولة الكلام ده احنا على مدار السنين كنا على مدار الشهور قصدي كنا بنرصده في وسائل الاعلام وبنقرأ عنه وبنحلله وبنحاول نفهم تفاصيله اكتر في اكتر الكلام ده كله نتج عنه ان الدولة قدرت تضخ او قدرت تحقق حصيلة دولارية 5.6 مليار دولار في الفترة الاخيرة واحنا كنا بنتكلم في تحدي في موضوع الدولار او بنتكلم في نقص في الدولار في البلد الحصيلة الدولارية دي فادت طيب نحط الموطة دوت او نحط التفصيلة دي جنب تفاصيل تانية او جنب اي تانية بتقول انه نسبة التضخم في مصر اخذة في التراجع وده واحد من التحديات برضو اللي احنا كنا بنعاني منها على مدار الاشهر الماضية لنسبة التضخم في ارتفاع شديد والقدرة الشرائية للناس ما هيش قد كده يعني عملت التراجع طيب اذا بنتكلم في معدل التضخم بنتكلم في برنامج التروحات لنفذته الحكومة بنتكلم في كل ده بيترافق مع سياسة نقدية معينة بتقول ايه سياسة نقدية دي السياسة النقدية دي على مدار فترة طويلة كانت مشددة يعني مشي على قصص كده معينة